عمليات الكر والفر ضد الاحتلال التركي من قبل مجهولين تزداد يوما بعد يوم فيما تستعر الجبهات في مختلف مناطق الشمال الغربي سوريا بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بهدف التقدم والسيطرة على مناطق أكبر جندياني للاحتلال التركي أصيبا بانفجار عبوة ناسفة نفذه مسلحون مجهولون استهدفت صهريجا لنقل المياه إلى نقاط الاحتلال على الطريق الواصل بين إدليبا ومدينة سرمين في منطقة الصناعة أدت لاحتراق الصهريجي بالكامل في غضون ذلك اتسعت رقعة الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى لتشمل مناطق واسعة من ريف حماه وإدليبا واللاذقية قوات الحكومة قصفت بلدتي العنكاوي وقليدين بسال الغاب في ريف حماه بوابل من القذائف المدفعية والصاروخية اندلعت على إثره اشتباكات بينها وبين الفصائل المسلحة دون معلومات عن حجم الخسائر كما طال قصف قوات الحكومة كل من بلدات البارة واسفوهن والفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بجبل الزاوية بريف إدليب الجنوبي تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الروسي المسيري في سماء المنطقة منطقة جبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي شهدت أيضا قصفا مدفعيا لقوات الحكومة عقب عمليات تسلل ليلية للفصائل المسلحة اندلعت خلالها اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين الطرفين في محيط الفوج 46 التابعي لقوات الحكومة في المنطقة في المقابل استهدفت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة مواقع عديدة لقوات الحكومة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي اسفر عن تدمير بعض المرابض للأخيرة بحسب مصادر محلية من المنطقة اشتركوا في القناة